إيران توعدت بالرد بعد اتهامها إسرائيل صراحة بأنها هي من تقف وراء الضربة في دمشق ما مستوى وحجم الرد الإيراني هذه المرة؟ هذا التواعد يجب أن يكون مزدوجا لأن إسرائيل نفذت عملية في دمشق وبعد ساعات أتبعتها بعملية مماثلة في منطقة سور في الجنوب لأن حسب المعلومات الأخيرة المتوفرة أن من كان في السيارة ليس شخصين فقط إنما أحد القياديين الأساسيين الذين ينصكون مع فيلق القدس مع ثلاثة من مرافقيه بدليل الأثور على جستتين آخرتين في البستان المحادي لعملية الاغتيال التي حصلت ظهر اليوم بالتالي المتوقع للأسف أن تكون الساحة اللبنانية هي ساحة الرد على هذا الاعتداء أو الساحة العراقية كما صار معلوما لأنه عند استهداف الموسوي منذ أسبوع أو أكثر ردت إيران في أربيل والآن استهداف مدير الاستخبارات بفيلق القدس في دمشق أيضا سننتظر أين ترد إيران لأنه على ما يبدو استمعت إلى ضيفيك الإيراني والإسرائيلي وكأن هناك مسلم أساسي بعدم المساس بحدود الدولتين وأن يكون مسرح الرد هو في الساحات العربية من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن مؤسف هذا التماهي الغير مباشر أنا سأكون حسن الضن وحسن النية في المقاربة استمعت إلى ضيفيكي وكأنهم متفقان على كأنهما متفقان على أن يكون أرد في الساحات العربية وهذا هو المتوقع لن يخرج الرد الإيراني عن قواعد الاشتباك المرسمي بينه وبين العدو الإسرائيلي بحيث يكون أرد في ساحة عربية علينا أن ننتظر أين سيكون هذا الرد طيب سيد رمال دعنا نتحدث الآن عن تأثير تصفية هذه العناصر على مسرح العمليات على الأرض هل تتأثر العمليات الإيرانية برأيك إن كان في لبنان أو سوريا أو العراق أو أيضا في البحر الأحمر بتصفية قادة استخبارات من الصف الأول سأكون صريحا معك زميلة العزيزة هناك ما نشهده هو تفاوض بالنار هو تفاوض أمريكي إيراني بالنار طبعا كما قلت لك على الأرض العربية هذه التصفيات لن تجدي نفعا الإسرائيلي يعرف والأمريكي يعرف أن هؤلاء المستهدفون فورا تنفيذ عملية الاغتيال بحقهم هناك اسم آخر يخلفهم لأن هناك كما صار معلوما غرفة عمليات محكمة فيها القادة الأساسيون المجهولول على الإسم والمجهولول الصفات والمجهولول هوية الذين يديرون كل هذه العمليات يقتل هذا القيادي يسمى قيادي آخر يتلقى التعليمات من هذه الغرفة العمليات ليبدأ التنفيذ هذا ما حصل مع اغتيال قائد فركة الردوان وهذا ما حصل اليوم في سور مع اغتيال المسؤول المباشر عن التنصيق مع حماس في العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية وهذا ما حصل في دمشق أيضا بالتالي هذه العمليات اعتبرها عمليات تفاوض بالنار هناك ضحايا لهذا التفاوض عندما تنضج الورقة الإيرانية الأمريكية وتصبح جاهزة لإبراما اعتقد أن الأمور تذهب إلى التهديئة تدريجيا وربما سريعا وماذا عن حزب الله برأيك بعد تصفية العنصرين أيضا اليوم في استهداف سيارتهم قرب سور سيختار موقعا إسرائيليا من ضمن قواعد الاشتباك تتجاوز من الخمسة إلى السبع كيلو متر ويستهدف هذا الموقع كعملية ربط على عملية الاستهداف هذه حزب الله أصبحنا نعلم هنا في بيروت أنه سيبذل جهودا استثنائية كما قلت في السابق تحول إلى إسفنجي يمتص الدربات يمتص الاستفزازات لأنه لا يريد الذهاب إلى حرب مفتوحة لبل هو أكثر المستعجلين إلى الوصول إلى تسوي أو إلى هدن إنسانية طويلة في غزة لكي يوقف الجبهة في الجنوب أراد سيكون من قواعد الاشتباك المرسمة إذن سيد رمال توسيع دائرة الحرب خيار غير مطروح نحن اليوم لم نتحدث كثيرا عن دمشق دمشق المعنية أيضا بما يجري يعني استهداف لخلية مهمة تيال الأول الموسوي حصل في دمشق والآن قائد الاستخبارات حصل في دمشق ونائبة أيضا أين حصل الرد على هذه العمليات حصل ونائبة حصل في أربيل في العراق يحصل في لبنان عبر الساحة اللبنانية يعني سوريا على ما يبدو لحد الآن لا تريد القيادة السورية لا تريد أن تفتح هذه الجبهة وإن كانت في بعض الأحيان يتفلت صاروخ من هنا أو صاروخ لا تريد أو لا تستطيع سيد رمال لا تريد أو لا تستطيع يعني أبلغ أنا في السابق عبر شاشتكم قلت أن اللقاء الذي جمع في الأسبوع الأول بين السيد نصلا ورئيس الأسد والذي حصل في دمشق ذهب السيد نصلا ليطلب من الأسد أن يكون للجبهة السورية دورا رفض الرئيس الأسد هذا الطلب على قاعدة أن سوريا ملتزمة بالموقف السياسي تدعم القضية الفلسطينية بالموقف السياسي ولكنها لحد الآن لا زالت تقاتل الجماعات المسلحة في شمال سوريا وهؤلاء الجماعات المسلحة من بينهم مجموعات تابعة لحركة حماس وبالتالي سوريا لديها موقف مبدئي من هذه المسألة لا زالت لحد الآن تمانع فتح الجبهة الخشية أن يخرج أحد الأطراف ويورد الجبهة السورية لكن المحصوم أن القيادة السورية لا تريد ذلك شكرا لك داود رمال الكاتب الصحفي من بيروت اشتركوا في القناة